في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض مخطط تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يستهدف المساسة بأمن الوطن والنيل من استقراره فقد تمكن قطاع الأمن الوطني من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم الإرهابي من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية وأشارت المعلومات إلى الطلاع الإخواني يحيى مهران في المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية المملكة للتنظيم وأضافت المعلومات استغلال الإخواني يحيى مهران إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهران بالجيزة في إخفاء أموال التنظيم حيث تم تقنين الإجراءات ومداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور كما عثر على غرفة سرية داخل الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ 8 ملايين و 400 ألف دولار أمريكي وبعض العملات الأخرى فضلا عن كمية من الذخائر حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة جهودها لحماية مقدرات الوطن وإجهاض كافة المخططات الإرهابية الرامية إلى زعزعة أمنه واستقراره